فكرة وعد بلفر المشؤوم نتذكر أنه هو السبب في ولادة القضية الفلسطينية وولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم طلعوا إلى جميع أنحاء العالم وتشتتوا أيضا صاروا بشتات موجودين كلهم عم بيستنوا أنهم يرجعوا لوطنهم عم بتذكروا وطنهم عم بتذكروا أمورهم اللي كانت موجودة عم بتذكروا بيوتهم عائلاتهم أراضيهم في منهم طلعوا برية وفي منهم قعدوا بنفس الوطن ولكن بمخيمات للاجئين وأيضا لا يجوز أن نسمح للحنين أن يقتلهم لوحدهم بل يجب أن نذكر بهم وأن نصلت الضوء على جميع القضايا التي يعاني منها اللاجئين يوميا في جميع بقاع الأرض لذلك من هنا انطلقت فكرة مركز شاهد لإنشاء وإطلاق منصة رقمية بعنوان من المخيم وللحديث عنها أكثر نرحب الآن بضيفنا الأستاذ كايد معاري وهو منصق المنصة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا لإلك يعني إحنا تير خلينا نقول في تزامن ما بين ذكرى وعد بالفرمشؤوم ما بين حديثنا اليوم عن منصة من المخيم خلينا نقول هاي القضية الفلسطينية اللي ولدت مع الوعد المشؤوم مع النكبة اللي شردت وهجرت المئات الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني عن جد هم بيستحقوا مننا أنه إحنا نكون وقفين معهم بكل لحظة من لحظات حياتهم ونزكت بالمعاناة اللي عاشوها جراء هذا الوعد يعني شكرا نغم شكرا نورهان على هذه الاستضافة وشكرا فضاية النجاح لتعودتنا دائما أن تكون صباقة في موضوع التخطي ومتابعة كل مبادرة مجتمعية مفيدة للمجتمع أو متواصل مع احتياجات المجتمع فيما يتعلق بسؤالك أعتقد أن هناك إجماع وطني بشكل عام لأن قضية اللاجئين هي القضية الجوهرية للمجتمع الفلسطيني أو للشعب الفلسطيني وكان المراد لهذا الشعب أن يتلاشى ويتشتت ويتشردم في كل بقاع الأرض دون أن يكون له هوية وطنية شابكة لهم ورابطة لكل مجتمع الفلسطيني إنما كان وجوده في الشتات أو في الضفة أو في غزة أو في الكدس الشرقية أو في الكدس عفواً وفي الداخل الفلسطيني أعتقد أن فكرة خلق تواصل ما بين هذه الكيانات التي حاولت إسرائيل أو حاولت احتلال شردمتها وفصلها عن بعضها البعض كل جهد في خلق هذا التواصل هو أمر محمود وأمر يجب تعزيزه وتبنيه على أعلى المستويات وليس فقط على مستوى المبادرات المجتمعية في حسب سيد كايد في كتير عمل الكتب وكتير عمل أفلام وصائقية عن اللاجئين وعلى مشاكل اللاجئين وقناية اللي بعانوها بشكل يومي وبشكل دوري ولكن إطلاق خلينا نحكي زي حملة أو منصة على منصة إعلامية نتخص بس بموضوع اللاجئين نطلق محتوى يتعلق بس باللاجئين أداش مهم هذا الشيء؟ شو باختلاف عن كل الوثائقيات الموجودة؟ بداية هذه المنصة هي إسهام هناك مجموعة من مبادرات شبيهة أو القريبة من فكرة منصة من المخيم في دول الجوار كاللبنان مثلا وكالأردن وغيرها من المناطق يعني كوين ما فيه فلسطيني فيها مجموعة مبادرات ريادية في هذا المجال ما يميز هذه المبادرة أو ما هي القيمة المضافة لهذه المبادرة تتمثل عمليا بأنها توظف السوشال ميدا توظف الوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الإعلام الحديث في نقل الروايات والحكاية اليومية لأهالي المخيمات لا تركز فقط على الشق السياسي رغم أهميته لكنها أيضا تدخل إلى عمق المخيم وتحاول الوصول إلى المرأة والمسن والشباب وذو الإعاقة وكل الحياة داخل مجتمع المخيمات ما يميز مجتمع المخيمات نورهان أنها أيضا تدرب مثالا جيد في التكافل الاجتماعي ليس كل شيء في المخيم سلبي أو له صور نمطية يعني كالمعتاد هناك صور نمطية كثيرة عن موضوع المخيمات لكن حين بدأنا العمل في داخل المخيمات والتواصل مع المراكز الشبابية والمراكز النسوية هناك حياة هناك حيوية هناك ديناميكية يعني قد لا تجديها في كبرى المدن الفلسطينية أو كبرى المدن وهذا نابع أيضا من نشاط التنظيمات السياسية نشاط مراكز المجتمعية وقت فراغ عند الشباب انتمائهم لهذا المخيم القضية ما زالت حاضرة معهم هناك حيوية في داخل المخيم يجب متابعتها وتخطيتها يعني على سبيل المثال أبرز الأندية اليوم من الرياضية هي مخيم على سبيل فاز بكأس فلسطين هو مخيم بلاطة وبالتالي اليوم الرياضة كانت أيضا ناقل بالنسبة للمخيمات لدور إيجابي في المجتمع التفاعل إيجابي مع المجتمع الفلسطيني والكيان الفلسطيني بشكل عام ما نحاول أن نسلط الضوء عليه هنا النغم هو أن نسلط الضوء أكثر على الحياة داخل المخيمات رائع جدا لكن هذا الدور المهم جدا من تسليط الضوء على حياة المواطن الإنسانية في المخيمات هي بتكون بشراكة وبتعاون مع مؤسسات أخرى في دول المجاورة أو التي تحتوي مخيمات للاجئين الفلسطينيين يعني هاي الشراكة قدية بتعزز من دور المنصة وقوتها يعني ليس الهدف أن يكون منصة من المخيم موجودة في كل مخيم في الشتات الفلسطينية أو في الداخل الفلسطيني بسبب بسيط أن الحياة على الأغلب متشابهة والتحديات على الأغلب متشابهة وطبيعة الفعاليات والأنشطة في الأغلب هي متشابهة وبالتالي لا يعني مش الهدف تكون في كل مخيم حتى بصير تكرار بمرات لكن فكرة هي الوصول الوصول إلى القضايا تمثل واقع المخيمات والحياة داخل المخيمات بتحدياتها وتموحاتها وبالتالي يعني نحاول أن ننسج مجموعة من العلاقة مع المبادرات الشبيهة في سوريا في الأردن في لبنان وذلك لتعزيز عملية إنتاج أو تبادل الإنتاج وبالتالي هذا يقلل التكلفة ويعزز الوصول بالنسبة لجميع المبادرات يعني رابح لرابح أبروش بمعنى الكل بكون كسبان من فكرة الوصول وبالتالي في أغلب هذه المبادرات هي تصبح في نفس الهدف وخلق تواصل بين مخيمات اللاجئين وأيضا تسليط الضوء على كل ما يتعلق في حياة داخل المخيمات هذا كهدف أساسي ولكن كمان في عنا لما نحكي اليوم أكثر عن المنصة سيد كايد اليوم بعد ما طلعت عليها عم بطلع أنه هي ناطقة بالعربية برأيك العرب بحاجة ليعرفوا أكثر عن قضية اللاجئين مش كمان مفروض نوجه هاي المنصة للعالم كمان تكون ناطقة باللغة الإنجليزية بمأنها اللغة العالمية أو بلغات تانية يعني في طموه موجود يعني محدود بالإمكانات أنه إحنا منفكر أنه لازم قضية اللاجئين وهذا الإنتاج يترجم الخمس لغات المعتمدة في الأمم المتحدة لكن أعتقد نحن بدأنا في اللغة العربية وإذا كان السؤال هل العرب بحاجة نعم بحاجة لي يعني اليوم العرب أكثر ناس بحاجة لموضوع التسليط الضوء أكثر على معاناة الفلسطين وتذكيرهم وتوعية للشباب العربي تحديدا في مسألة المسألة الفلسطينية هناك محاولة من النقيد الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي أو العدول الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي لغزو العقول العربية ومحاولة الانتشاب ووصول الدول العربية كمان هناك أزمات تتعلق في الوجود الفلسطيني في بعض الدول العربية دول الجوار وبالتالي أعتقد أن المهم جدا التركيز على اللغة العربية ومن ثم الانتقال إلى اللغة الإنجليزية على سبيل المثال كمرحلة مقبلة مع الأغداء بأن المحتوى للجمهور في اللغة الإنجليزية وناطق في اللغة الإنجليزية مختلف تماما عن القضايا الحياتية يعني أعتقد أن المهم في المهم لما تنتج محتوى للغة الإنجليزية والمجتمع بالناطق في اللغة الإنجليزية مهم تركزي دائما عن القضية السياسية أكثر ما تركزي على قضية لعبة الفطبة رغم أهميتها لأنه كمان هدفك مع الناطق في اللغة الإنجليزية هو توعيته سياسيا في مسألتك السياسية تركيز على الرواية الرواية روايتك السياسية وكيف نشأ هذا اللجوء أكثر ما أنك تركزي على كسر الصور النمطية وتعزيز الانسجام المجتمعي لما تكون رسالتك داخلية طح مية بنية عرفنا شو اللي بميز المنصة من المحتوى لكن إنتاجيا إعلاميا الأدبات اللي استخدمتوها وطريقة اللي بتميز عمل المنصة كيف رح يقول هلأ أنا أكبر واحد في المنصة من نهاية الأمر بس يعني الأغلب اعتمدت هذه المنصة على مجموعة شبابية وأغلبها من مخيمات اللاجئين ومن المجتمعات المحيطة من مخيمات اللاجئين في مدينة نابلس كمرحلة أولى وأخذوا تدريب على مدى الأربع أيام كانت تدريب مكثف شاركوا في أساد خبراء في الإعلام مثل أستاذ صالح مشارك من مركز تطوير الإعلام في بيرزيت وسين بورغال باحث قانوني حكى عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبعض المؤشرات الاقتصادية بالإضافة لمنار مدني وهي زميلتنا خريجة من جامعة النجاح وطنية وهي مراسل لببي بي بي سي إكسترا وكانت تدريب أكثر على الموبايل جوناليزم كيف ممكن تستخدم الموبايل في إنتاج قصة من A to Z يعني بمعنى أنه بأقل تكلفة وإلى أخير منها التفاصيل اليوم إحنا التقنيات المشتغلها أكثر هي فيديو ستوري وفي أغلبها تعتمد على إنتاج من الموبايل لكن بكل طبيعة الأحوال يعني برضو بحاجة لدعم دائما فيمكننا هنا يمكن ما بعرف إذا منتلاقوا صعوبة يعني أنكم تلاقوا وجهة داعمة لهذا البرنامج لهذه الحملة لهذه المبادرة الجميلة لهذه المنصة اللي بتنقل صوت اللاجئين إحنا كنا محظوظين في البداية من 2017 أخذنا دعم من البنلمان الأوروبي لإنتاج الدراسات الخاصة يعني إحنا هذه المنصة إجتبنا على دراسة كيف الشاب اللاجئ بيشوف صوته في وسائل الإعلام الفلسطينية والآخرية وإيش اللازم يتركز عليه أكثر وبعد هيك كنا محظوظين في تمويل آخر من مؤسسة تطوير الإعلام الدولية IMS وهي مؤسسة دينماركية وهذه المؤسسة كمان هي بتشترع تطوير الإعلام في كل وطن العربي وتشترع على تشجيع حريط الرائع والتعبير والآخر وكانت يعني بداية جيدة أنه ننطلق في هذه المنصة مستقبلا أعتقد كل تطوير هو بحاجة لإمكانات أكبر خاصة إذا بتفكروا تطلعوا خارج حدود فلسطين 100% عشان هيك إحنا منفكر أنه نخلق نموذج ناجح في المرحلة الأولى هون ونشوف ونقيس وين كان في نقاط قوة وين نقاط ضعف قبل ما نحاول نطور أكثر وننتقل لمناطق جغرافية أخرى ممكن نشوف المنصة كمصدر معتمد موثوق فيه لتوثيق حياة اللاجئ الفلسطيني هي فعلا بدأت هيك يعني المرح كان في نشر قصة لأم خطاب دوله من قطاع غزة كانت تروي شهادتها عن النكبة وبالتالي كان فرصة أن نشوف امرأة فلسطينية عمراء 85 سنة عم تروي قصتها مع النكبة وكيف صارت النكبة وشو أمنيتها اليوم وبالتالي هذا توثيق للرواية الشفوية الفلسطينية نوعا ما بصورة ما وبجانب ما رغم أنه ليس هو الهدف الأساسي لكن على الهامش نعم حققنا هذا الهدف أو نصل لتحقق هذا الهدف أنه نوثق الرواية الفلسطينية والرواية الشفوية الفلسطينية طيب اللي بيشاهدونا هلأ كيف بقدروا يوصلوا للمنصة على الفيسبوك بيقسم من المخيم فقط يكتبوا من المخيم بتكون حاضرة لأنه فيش غير من المخيم من المخيم مكتوب عربي وإنجليزي عربي وإنجليزي صحيح هيك عشان كمان نوسع الدائرة وكل شخص حابب أنه يتعرف أكثر على حياة اللاجئ الفلسطيني كيف بتكون بقدر يوصل للمنصة الرقمية من المخيم وهي كانت بمبادرة من مركز شاهدلي تنمية وحقوق المواطن التنمية المجتمعية شكرا لكم شكرا لكم